اشتركوا في القناة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة فوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الاول في بطولة العالم للناشئين والشباب للقدرة على مستوى الفرق واقيمت البطولة في كاستيل سيجرات بفرنسا بمشاركة سبعين فارس وفارسة من مختلف دول العالم وذلك لمسافة 120 كم واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان رياضة القدرة كانت ومزالت تحظى بدعم ورعاية من فارس البحرين الاول حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وذلك في ختام الموسم الاوروبي للقدرة عبر بطولة العالم حيث ان رعاية ودعم جلالته اوصلت القدرة البحرينية الى مستويات عالية ودائما ما يثبت الفريق الملكي حقيته وجدارته في المحافل العالمية والاوروبية واوضح سموه ان بطولة العالم للناشئين والشباب تعتبر من البطولات المهمة في مشوار الفريق الملكي للقدرة حيث تعتبر مقياسا لمسيرة القدرة البحرينية ومدى امتلاكنا الخامات الشابة القادرة على حمل لواء القدرة البحرينية حيث ان هذه الفئة تعتبر هي النواة للمستقبل المشرق الذي تسير عليه رياضة القدرة بعدما سجلت العديد من الانجازات طوال الفترة الماضية واشاد سموه بالعطاء البارز للجهازين الفني والاداري وكافة افراد الفريق اضافة الى الفرسان وحرصهم على تقديم المستويات البارزة مقدما سموه التهاني والتبركات الى كافة افراد الفريق على هذا الانجاز البارز والذي جاء بعد جهود كبيرة بذلها الجميع متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح هذا وحقق الفريق الملكي للقدرة المركز الاول على مستوى الفرق بعد ان اشتاز ثلاثة فرسان من الفريق جميع المراحل بنجاح حيث حاز الفارس عيسى حميد لعنزي من فريق فكتوريوس على المركز الثالث وسيتوج بالميدالية البرونزية وحصل الفارس عبدالله الشاعر الرويعي من فريق فكتوريوس على المركز الرابع والفارس سلطان عبدالعزيز الرميحي عن فريق الزعيم حزى على المركز السادس وشهدت البطولة منافسات مثيرة طوال المراحل الاربعة هذا وسيتم تتويج الفريق رسميا يوم غادين الاحد بطلا لبطولة العالم على مستوى الفرق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة